موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في قناة المطبع الكرم العالمي الوصفة دينا اليوم وهي وصفة اسبانية نهديها لكم من مدينة مرسيا الاسبانية وهي روس كون دي الرجيس على شكل بريوش مغربي كان اسمي ناجبكم من الارضاكم جزم عيال مقادر وطريقة تحضر بالنسبة للمقادر هذه الوصفة كأول العجينة الاولية تقريبا من نفس الخميرة البلدية الي كنعملو سنحتاج هنا 150 جرام ملعقة من السكر ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية يعني خميرة الخبز و 100 مللتر من الحليب الدافئ هذي سنعملوها في حشكل العجينة البلدية دينا المغربية وبالنسبة للمقادر الروس كون نحتاج هنا 500 جرام من الدقيق الابيض 100 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة جد البيضات واحد البرتقالة قشر البرتقالة محقوكة بشر واحد الليمونة محقوكة 150 مللتر من الحليب الدافئ وجد مع العقبارين من ماء الزهر 150 جرام من السكر ونحتاج معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وهي خميرة الخبز وطبعا عنحتاج هنا الفواكه المعسلة كما كيسموه هنا باسبانيا فروتاس كون في تاراس يعني كدكم بهاتشكل هادا عبارة على الليتين لينغاس كدكم عسلة وبهات الألوان هذي اللي كيزوقوها من فوق اول حاجة عن شبار هنا نعمل السكر غنضيف عليه الخميرة كما اذكرت في اللول هذي عبارة على خميرة بلدية اللي كيسموها هنا يعنضيف هنا الحليب كيسموها في اسبانيا ماسا بريبيا يعني العاجينة الاولة اللولانية اللي غاي كي عملوها فهاد الوصفة هذي غمقن حارك حتى الدوبنة خميرة مع الحليب والسكر هاد الروسكون معروف بزاب اسبانيا خاص بالعشور تقريبا نفس عشورة دينا كيعملوا واهل الاطفال باش كيعملوا في وسطهم واحد اللعبة كمفاجأة للاطفال وكيعجبون بزاب وكيفرحوا به وقلت لي ملأ بما انه غدا ان شاء الله غيكون هاد اليوم هذا هنا يا يوم خمسة يناير قدت انا نقدمه كيما جفتوا هنا في الفيديو جمعت العاجين حرقتوا بالملعقة حصلت على عاجينة متماسكة اندبع نغطيها بالبابي الفيلم ونخليها تخمر تقريبا من نص ساعة تنساعد المقانة حسب درجة الحرارة في المطبخ ديالكم غا نضيف انجين هنا يا غا نعمل جد البيتات هنضيف اليهم السكر هادي يعني العاجينة للروسكون او للبوريوش ها نقوم بتحرك دياله بهالطريقة هادي حتى يضبنا السكر شوية مع البيتات وكما انا حاولت نشرح لكم هاد الوصفة وانا كنعمل المقادير باش ما نطولش عليكم ضيفت هنا يا بشر البرتقال والليمون يعني القشرة الليمون والليتشين عندي فنجد المعلاق الماء الزهر هما كي عملو الكوحول كي يعنو جد المعلاق درون وكي عملو ماء الزهر كامل انا عملت غير ماء الزهر كتافت به عنحرك بهالطريقة هادي وغنضيف الحليب الدافئ على الخميرة وعنقوم التحرك دياله احتكدو بشوية اذا عندكم العجانة احسن تعملوها انا هنا ما عملتش العجانة لانني عملت هاد الوصفة هادي في بيت اختي مدينة مرسيا الاسبانية ما كونش في البيت ديالي بما انها ما كد حصلش لعجانة عملت كل شي بيدي ولكن ما شاء الله طلع اغزل هنقوم بتحرك دياله بهالطريقة هادي ومبعد عندي في الخميرة هيا كدجي العجانة دياله خفيفة بحشكل قريصات ديالنا في المغرب وغنستمر بوضع الدقيق دفعه ثانية وده با عنطر نستعمل ايدي هنا يا باش نخلط المواد كاملة مع بعطيتها هنستمر بهالطريقة حتى نجمع العجين كامل وتخلط المواد مع بعطا بهالطريقة هادة وانا قطلكم بامكانكم تعملوها في عجانة كهربائية فيما كتشوفو هنا هادي هي العجينة اللولية اللي سباق وعملتها معاكم هيا خمرات خليطها نساعد المقانة دابا غنضيفها على العجينة الثانية بهالطريقة هادة هيا كدبقى عجينة خفيفة باش كيجينا منفوش وكيجي رطيط من داخل هنحرك نجمع العجينة اللولى مع الثانية بهالطريقة هادة حتى تخلطه مع بعطيته ومباشرة هنضيف عليهم الزبدة اللي سباق اللي اذكرت بحرارة الغرفة كما كتشوفو هنا شكل بومات وغنبقى منعجين بهالطريقة هادة حتى ندخل الزبدة كاملة في العجين وكتدوب تقريبا عشرة دقايق ومليفقتت عشرة دقايق وجمعت الخالط مزيان هنتو ما كتشوفو كنحصل لعجينة كتلسق يعني فحل تشكلي كدكون هيدا خفيصة غنغطيها ببابل فيلم وغنخليها تخمر او لا ترتح واحد نص ساعة ماشي بزاف او لاربع ساعة لحسب درجة الحارات الغرفة اللي عندكم في المطبخ ديالكم بعد ما رتحت للعجينة ضروري غندهان سطح العامل بالزيت باش العجينة ما كتلسق ليشي وغندهان حتي يدي بالزيت وغنشبر وغنعمل العجين ديالي على طاولة وغنشبر العامل بهاد شكل هادا وما كتشوفو القوام للعجين كيكون خفيف شوية ما كيكون شي قاسح وغنبقى تجمع فيه بهد شكل هادا ضروري اندهنو يدنب الزيت باش ما كتلسقناش العجينة عمقى نعمل له هاد شكل هادا تقريبا خمسة تقايق ركا نجمع العجين باش كي يتماسك مع بعض تيتو بهاد طريقة هادي صراحة هي الطريقة سهلة وما كنش يعني شي مجهود كبير ولكن النتيجة كتكون هائلة وان شاء الله يعجبكم عن قسم العجين على الجوج انا هاد المقادر هادي خرجت لي واحد كبير واحد صغر يعني متوسط الحجم ولا بغتو دعم نجو صغارين كيبقى الاختيار للكم انا واحد خليتون هنان دردختي والتاني اهديتو من الجارة ديالا لانهو ما غدا يحتفلوا بهد النهار هادا كيما كتتوفو كان عم نجو تسبيعة ديالي في الواسط وغمقى نشكل روسكو ديالي بهد شكل هادا على شكل شفينجة كبيرة كنحاول نوسع يعني التقب الواسط باش منيك الخمر ما كيتجمع شو كيلسق مع بعض تيتو ضروري نخليو يعني الواسط يكون تسا هنخليو هاي خمر تقريبا جو تساعد لما قد نحتن ثلاثة ومن بعد ارجع معاكم باش نزينو بهد الفواكي هادي المشكلة ونطلقاو من بعد ما تخمر دابا مني خمر الروسكو ديالي او للبوريوش جو تساعد وحتن ثلاثة تساعد كندهنو بالبيط بهد طريقة هادي هاديك الشي اللي كتشوفو هاديك بشر البورتوقال والليمون سرحك يعطيه وحنك ها رائع جدا عند هامل بيطات شوية باش ما ننزل ناشي ديك الهواد الخميرة ديالو دابعا نقوم بتزين ديالو بالفواكه المعسلة اللي تكرت طبعا نخلي لكم مقادر مضبوطة في صندوق الوصف ان شاء الله نقوم بتزين ديالو بالفواكه وتزين كي بقى اختياري لحسب دوقت كل سيدة وهذا الفواكه موجودة في الاسواق و المتاجر الكبرى انا اشتريتها من ميركادونا عنده موجودة كما كتشوفون بعد ما نساهد بتشكيل الفواكه عملت نجد مع علاقة السكر باش كي خلينا ديك السكر باين من فوق ولي ما بغاش يعمل هذا العملية يقدر يشريه جاهز يعني كيتبع ديك السكر بيرلس لشكل حبوب اللي كان عملوه في الفرر انا عملت غي هذا يعني سكر ثاني دا ديبت عليه شوية دي الماء الزهر وغنقوم بالوضع ديالو فوق البوريوش او لفوق الروسكون بهات شكل هذا ودبع غنعمل رقائق اللوز او اللوز ايفيلي بها الطريقة هذي فوق منه وعن دخله من اللي نكمل عن دخله الفرر على درجة حرارة 180 حتين 190 درجة من فوق ومن تحت من 20 حتين 25 دقيقة دائما كنكرر وكنقولها من 20 حتين 25 دقيقة من تحت ومن فوق باش ما كيتحمر شي هذي بنتي وبنت تجارة تختي حتى هو ما فرحاني بهذا الروسكون دخلتون الفرر كي ما كتشوفوا هذا الروسكون هذا من تحت ومن فوق رات الحرارة 180 وهذا وشاك النهائي ديالو كتشوفوا ما شاء الله كينتفخ وكي وكي كبر وكي جي من فوج دبع نقوم بالتقطيع ديالو من الواسط باش نقوم بالتزيين ديالو بعد ما قطعتو دبع يمكنكم بزينوه باي حاجة بغيتو بكريم شانتي او لب طروفة او لب اي كريمة بغيتو انا هناك بالناطا يعني الكريمة الخافق السائلة وهذا هو الشكل النهائي للروسكون للرجس اسباني تقليدي كنتمنى اعجبكم وكنتمنى اردكم وكنتمنى تدعموني بلايكات وتشجيع ديالكم الى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة